يروي الآباء المهاجرون من جميع أنحاء فلادلفيا في الولايات المتحدة قصصاً عن الطلاب الذين يستخدمون كمترجمين عبر خط المساعدة الهاتفية ويعتمد على ترجمتهم في مواجهة قضايا عدة رغم ضعفها التعبيري وضعف التواصل في قضايا تخص الأطفال وأبرزها التنمر عندما وصلنا إلى المدرسة لأول مرة لم يكن لديهم مترجم أتذكر أنه كانت هناك فتاة في الصف الثامن كان يطلب منها المساعدة في الترجمة بالنسبة لبعض الأسر لكن بعد فترة قصيرة بدأوا في توفير مترجمين ويقول الآباء أنهم استبعدوا منذ فترة طويلة من متابعة يوميات تعليم أطفالهم بسبب الحواجز اللغوية كما أن تأثير الوباء على التعليم جعل الأمور أسوأ لم أكن قادرة على المشاركة في تعليم ابنتي بالطريقة التي كنت أرغب بها لعدم توفر الموارد لم أكن أعرف أن لدينا حقوق وأنهم لا يستطيعون إخراج الطلاب من الصف للمساعدة في الترجمة بالنسبة لنا وأنهم كانوا ملزمين للحصول على شخص ما على الخط لمساعدتنا لم يخبرنا أحد بذلك في المقامل ينتقد بعض الخبراء النظام التعليمي ويطالبون بإجراء مراجعة كاملة للتأكد من تلبية متطلبات اللغة الصادرة بتفويد فدرالي في قطاع التعليم العام في أمريكا نحن نتحدث عن أشخاص في وضع غير ملائم اجتماعيا بسبب اللغة ويتلقى أطفالهم تعليمهم في النظام التعليمي هذا ليس خطأهم ولكن خطأ النظام التعليمي الذي لا بد أن يواكب حاجة الأسر اللغوية لتلبية متطلبات أولادهم والتحدث بلغة الوالدين في المقابل يقول مسؤولوا المدرسة أنهم أحرزوا تقدما بتوظيف عشرات المترجمين الفوريين الجدد وأصدروا توجيهات للموظفين لتعزيز السياسات الرامية إلى عدم استخدام الطلاب كمترجمين ترجمة نانسي قنقر